ماذا يفعل المنتخب الوطني؟ نقول للشباب نشكرهم على وماذا يفعلون وماذا يفعلون وماذا يفعلون وماذا يفعلون وماذا يفعلون فرحة للشعب الجزائري وماذا تريد أن أخبرك الجامعة؟ في 2002 عرفت جمال بالماضي في الفريق الوطني كان جورج لي كينس ومعرفت جمال بالماضي وكيشتوا مدرب في الفريق الوطني والله العادم كنت مع خوتي قلت لهم الله هذا العم ندي والكاس خوتي قالوا لي كيف يفعلون قلت له ماذا إنسان؟ لعب لعب كان لعب يعرف الكورة وزاد خدم في القاطر وبرهن بالمدرب عنده إمكانيات وما قلت لي أنا جمال إنسان خلوق أنا خلالي وحده نحكيه يا بني نحكيه كإنسان خلق بزاف أنا خلالي وحده في الفريق الوطني كانت جورج لي كينس وكانت صباح وكانت صباح وكانت صباح وكانت صباح وكانت صباح وكانت شخص وكانت صباح أحد أحد أننيم من المعلمين أردت أن أعطيها لأعطيها قلت سبحان الله أعطيك ما شيء صغير أعطيك 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 كما تشاهد لا أحبت أن نرى ونجدها ونجدها ونرى لا أحد يتجاه كما هذا كما يشتج الفريق الوطني والله العالم قلت أن أفريقيا أن نرى نظر نحن ونجد الفرحة للجسائر ونجد فريد أو فريد هنا جمال رو كبير علينا رو في عد أخونا الكبير ولا بابنا الناس اللي تقول حقيقة والناس اللي مخلصة والناس اللي صريحة محبوهمش صحيت يحبوش هذالناس يحبو الناس منافقين يحبو الناس لكوبا يحبو الناس اللي يديرون لدودان اللي يديرون لبيكي هاتو كمال اللي عندهم بلسطة الرجل هذا صريح لكن الصراحة تاعه والإخلاص تاعه للوطن وحبه للفريق الوطني والشعب الجزائري ربما الناس هذو ما عجبوهمش الحال ما عجبوهمش الحال حابين الجزائر تمشي في طريق واحدة أخرى هذية ربما اللي يقدروا يفرحوا بها لكن هذ الشخص هذا قدما الناس را يدلوا وتدلوا في المشاكل وتحفلوا قدما ربيهم مطلعوا لأنه شاهد بزاف فيه ربي سبحانه وليش فيه ربي سبحانه ما يخافش ونسيت حاجاتك نروحوا متى الجموعة نروحوا نصلوا والله العظيم ونقولوا جمال على شعك ده قاميس يدير قاميس يدير شابوتين هذيك المطلع هذيك الأخرى ونروح والله العظيم سيتا اه شاب ده شابوت هذا كل ما سيسابلته هذا كل ما انسان الرقيه 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 يا أخوه أنا من يسلمكم أنا مريش نهضر بس أنا عشت معاه أنا في عشرين أفطر انه رح إنسان الله يبارك ما شاء الله وبالك عنده لزيدي تاعه وتربى تربى بوحده تربى حاجة ولا يمد يتخنسمي له هذي شوز للبلاد يعني إنسان خلوق عنده روح الوطنية وما ننسوش تطخيات له وديرهم يعني من ناحية يعني المالية برك كانوا عنده عورد يعني أكثر بكثير بكثير كثير من الدبلو شوي يخذ في الحلقة خلا فريق القطري اللي كان معاه وفريق الوطني القطري جا أنا نعود نهضر عليها ونقول لك نوفمب ديمكنز لسي نوفمب ديمكنز نقول لها ونعودها نهار قطلو نهاري عيطولك ولا عيطولك لكيبنصر قليل جو فيها بيه هادي لسي نوفمب ديمكنز في الدوح هادي شهادة جامع الرجلي في حق الجامع الماضي أنا نهضر معاه سيتم في مناسبة يعني الفيسيفيتات على المواند الفرمير نوفم داروها لسي نوفمب في قطر في المباسات احنا لعبنا ماتش قبل بشك هو ما تلعبلوش على الماتش لازم يلعب الماتش داعه ويلعب بنفس الروح لو تشوفو يدر حق الله العديم ما يحبش الخسارة احنا لأونغولا كان بليسي وليكنز قالوا نجي معاكم ماتش جوار كان بروفيسيونال دي بلاسة لأونغولا ومالعبش مسكين كان قاعد في تريبي دي بلاسة متى تالي سبريتة الفاريخ هذا ما تعلقه طبعا بالمنتقب بالوطني نوصل حديث ولكلا دي المرأة للمنتقب بالمحلي الذي نهزم اليوم في مبارة نودية ضد منتقب نيوزيلندا بتنائية مقابل هدف واحد قبل المباراة التحديرية الأخرى ضد جنوب السودان هدف المنتقب الوطني الوحيد سجله لعب شبيبة القبائل رضا بن سيح أصطفى مزا نعم المنتقب الوطني المحلي يحضر لأول الدورة كأس العرب ثم كأين كأس الشان لهذا المباراة اللي جراها اليوم أمام منتقب يوزيلندا يعني تشاهد في إطار تحضيرات لمunaفسة هذه لعبين مثل المنتقب الوطني كسو سواء مرزيق ولا زكريا دراوي ولا بن ساردة بن سايح ولا مسموذي ولا لعبين آخرين لعبين عندهم الإمكانيات نقول أنه ربما الخسارة مرهيش مباراة تحذيرية لكن نظن أنه الناخب الوطني اختاه بعد التصحيحات في المباراة التانية وكذلك في كأس العربية جامر رجي ما ننسوش بالفريق نيو زيلاندي ما هو فريق سهل عندهم لجون أنجلوساكسون كما أستراليا أو النوفل زيلاند وكما يلعبون في تصفية تعكس العالم ممكن يتأهله مقابلة الأخيرة لعبوا مع البحرين وتغلبوا على البحرين نظر بالفريق الوطني ما هي إلا مقابلة تحذيرية ومن الكاس العرب إن شاء الله للأمم إن شاء الله يكون اندماج أكتر ويكونوا لعبين أخرين بس كنظن باللي ماجهد بوكرا رح يستدعي يستدعي أسماء أخرى باللعبين اللي كيين في البطولة القطرية والسعودية وهذا فيكون في صلح المتغب وطني وعنده أول شيء آخر إننا ما ننسوش باللي بين المقابلة اللولى والحالية حال من اللاعب راح عمورة راح قشار راح مسعود راح هذو قاع لعبين مسعود راح يعني كانوا لعبين يعني كان عندهم وزنهم في الفريق هذا مزرقان أيضا زرقان هذا قاع لعبين كان عندهم وزن فريد بالمضاط نعم هذا مباراة تحذيرية أول وقت الأول مباراة ينهزم في الفريق الوطني ينهزم حاجة مليئة كي تنهزم تحصله حق باللي كان فرق أقوى منك ويجب أن ينهزم المدرب على باله وعلى باله اللعبين دوك سيكون يجيب سيكون ما يجيب وهذه تحذير هذي باش تحضر